بسم الله الرحمن الرحيم سوف أذكر لكم اليوم كيفية العلاج بالماء المثلج أو بالماء الشديد البرودة مع الثلج والاغتسال والشرب منه قد تستغرب من هذه المعلومة لكن سوف أذكر لكم الدليل من الكتاب والسنة وقد ذكر أن الاغتسال بالماء البارد المثلج أو الباء الماء مع الثلج ينفع علاج للسواس والخوف والقلق والحزن والهم والاكتئاب وشرور النفس وضيق الصدر وتعكر المزاق وينفع لنشاط الجسم وتدفق الدم في العضلات وتقوية جهازك المناعي ومقاومة الأمراض كما أنه ينبه الجهاز العصبي مما يساعد على سرعة ردود الأفعال ونشاط عضلة القلب وقوته وتحمل الأخبار السيئة والمزعجة وقيلاء ينفع أيضا وقت الغضب والزعل ويهدي من روعه لأن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم ويسبب له الأوجاع ولا يطفئه إلا الماء المثلج لأن الشياطين والجن مخلوقين من نار والعياذ بالله والماء البارد يؤديها ويطردها من الجسد وقد تكلم الشيخ عبد المجيد الزنداني ضمن سلسلة إعجازه العلمين وذكر كل ما قلته عن تأثير الاغتسال بالماء البارد وتأثيره على الممسوس وكيف أنه يفسد مركبات المس والسحر واستدل الشيخ بقوله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب فكان الجواب من ربه اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فكان الشفاء من الله بالاغتسال بالماء البارد والشرب منه وستدل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد وتكفينا معرفة أنه كان سببا لشفاء سيدنا أيوب عليه السلام أما عن الاستحمام بالماء الساخن فيقول ابن سيناء أن الماء الحار يهلق والجسم طاقته وبالرغم من أنه قد تشعر بالخوف من الاستحمام بالماء البارد إلا أنه عند نهاية الدش وتكفيف الجسد ستشعر بارتياح وهدوء أعصاب ونشاط حيوية أفيدوا غيركم بمثل هذه المواضيع لما له من أهمية بالغة فإن الكثير وللأسف يجهلوا هذه النعمة الكبيرة والفوائد الكثيرة جزا الله خيرا كل من شارك هذا الفيديو أو نشره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا